اهلا بكم عزيزي المشاهدين مجددا في هذه الحلقة من قضية وحوار والتي نناقش فيها الحسابات السرية السويسرية ماذا تخفي وراءها أرحب مرة أخرى بضيفي في الاستوديو المحلل الخبير الاقتصادي دكتور محمد حيدر دكتور محمد هناك أموال كثيرة تودع بحسابات سرية في سويسرا ويموت أصحابها دون أن يعرف أحد بسرية حسابتهم ثم عندما يأتي المطالب حول سويسرا بأن الحساب سري وليس لديها أيضا التخويل لأن تعطي هذه الأموال لورثة صاحب هذا المال حتى وإن أحضروا الإثباتات مثال على ذلك أن سويسرا رفضت إعادة 7 ملايين دولار وهذا مبلغي ربما يعتبر تافه قياسا للمبالغ الضخمة المدعة في الحسابات السرية رفضت إعادة هذه المبالغ وهي الأموال تعود لحاكم زئير السابق والآن الكونغو الديمقراطية موبوتو سيسيسيكو رفضت إعادتها إلى حكومة الكونغو الديمقراطية ألا يعتبر هذا إذن تغطية على أموال مسروقة من أموال الشعوب؟ نعم هو تغطية ولكن بالنسبة للقانون السويسري صاحب هذا الحساب هو هذا الشخص وورثة هذا الشخص هم مخولون بورثته إلى أن يثبتوا أنهم هم الورثة فبالتالي يمكن لهذا النظام أن يعطي هذه الأموال أما أن يعطيها لهذه الدولة لا يستطيع وهذا أمر مخالف للقانون في الاتحاد السويسري حتى إن عرفت منطقيا بأن هذه الأموال هي تعود للحكومة وتعود للشعب لهذا السبب يجب أن يكون هنا قانون يسهل هذه الأمور لكن الاتحاد السويسري لن يسمح بهذه المسائل تتدخل في نظامه ونظام السرية المصرفية لديه لكن إذا كان في قضية إجرامية أو ثبت أن هذه الأموال مسروقة فبالتالي يتم إعادتها بالشكل القانوني حسب الطرق والقنوات القضائية ولكن كيف يمكن ذلك في ضر سرية الحسابات التي أيضا سويسرا دائما تقول بأن هذا الحساب سري والوثائق المودعة المرتبطة بهذه الحساب كلها وثائق سرية وبالتالي الأموال تجمد وتبقى وتستفيد منها سويسرا فقط هي تستفيد منها إذن الورثة هم المسؤولين عن إثبات هذا الأمر بأن هذه الأموال تعود إليهم ولكن لم يحصل هذا في بعض الحالات إذن هذه الأموال هذه ليست المرة الأولى التي تحدث في سويسرا أيام الحرب العالمية هلأ طبعا دولة إسرائيل المغتصبة لفلسطين حاولت أن تثير هذه القضية عدة مرات وأثارت المسألة عالميا أن هناك حجم كبير من الدهب والأموال يعود إلى اليهود الذين هربوا أو هاجروا من أوروبا بسبب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية هذا الأمر لا ينكر أن هناك حسابات كانت موجودة ولكل الناس يعني وليس فقط لليهود قد يكون هناك أوروبيين وغير أوروبيين قد يكونوا لعرب أو غير عرب أو لأسيويين لكن لم تثير القضية بهذا الشكل وحاولت أن تشعل منها قضية هناك عدد كبير من الناس أثناء الحرب العالمية وكانوا يدعون أموالهم في الحسابات السويسرية ماتوا بالحرب فتكدست كمية كبيرة من الأموال وجزء منهم كانوا اليهود لأنهم كانوا في أوروبا أو البعض منهم هاجر أو البعض منهم لم يعرف بهذه الحسابات فجعلوا منها قضية إذا كان هناك حجم كبير من هذه الأموال موجود لدى عدد من الدول العربية أو مواطنيها يجب أن تثار هذه القضية مسألة غير صعبة ولكن ألا يمكن أن تكون سويسرا هي تدفع بأن تبقى هذه الأموال مجمدة لديها كما تشير بعض التقارير إلى تجميد أكثر من 600 مليون دولار دولار من أموال الرئيس الفلبيني الأسبق ماركوس ثم تجميد 600 مليون دولار لرئيس هيتي السابق وهذه الأموال كلها جمدت وبقيت في حسابات السويسرا يجب أن مع توافر الأدلة لنقول ليست القرائنة القانونية ولكن الأدلة المنطقية العقلية بأن هذه الأموال تعود في حكومات وشعوب تلك البلدان يجب أن يوجد قانون أو ينص على قانون جديد لمعالجة هذه المسألة أو تقوم هذه الدولة بوضع ضغوطات على هذه الدولة الأخرى وتثبت أن هذه الأموال تم سرقتها من حسابات وخزانة هذا البلد لكن بعض هذه الدول لا تريد أن تقوم بهذا الإجراء لأن عملية السرقة مستمرة لا يمكن لبلد من البلدان أن يقوم ويعالج مسألة ولا يعالج مسائل أخرى لأن هناك تدفق دائم من هذه الدول إلى هذا البلد فبالتالي أنت تخلق قضية أخرى وتعتل هذه القنوات هنا أيضا ناس موجودين في هذا النظام في ذلك النظام نفسه هم من يسهلون هذا الأمر إذن بذلك ألا يعتبر هذا النظام إنما هو وسيلة من وسائل تسهيل انتشار الفساد في العالم بطريقة غير مباشرة خاصة أننا في تقارير لن أذكر الأسماء تكاد تخلو أي دولة عربية أو دولة من الدول النامية إلا وتجد حسابات سرية للمسؤولين فيها لا يبرر وجود الفساد في بلداننا ولا يبرر تهريب هذه الأموال نعم هو بطريقة أخرى يسهل يعني هو مظلة هو ملاذ وملجأ آمن لهذه الأموال لكن في الوقت الراهن أصبحت مسألة أصعب من قبل لكن المشكلة في هذه الأيام أنه أصبحت مسألة موجهة سياسيا يعني إذا أراد أحد الأنظمة الانتقام من شخصية سياسية أو من نظام سياسي يتم فضحه بهذه الطريقة لكن الأنظمة التي تسكت وتتعاطى مع هذه الأنظمة الأخرى أو فرضا أن نأخذ الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تتستر على كثير من المفسدين والفاسدين في العالم العربي وتسهل لهم عملية الفساد يعني هي تدفع بعض الأموال يعني في لبنان هي كانت جزء من الفساد السفارة الأمريكية وصفقات الأسلحة والتجارة وغيرها حتى على مستوى التجارة هناك فساد وتسهيل لعدد كبير من التجار لكي يتم إثرائهم بطريقة أخرى وهم جزء من هذه الألية الموجودة في هذه الأنظمة يعني النظام المالي الموجود والنظام السياسي والاقتصادي تجد أن هناك ما يسمى بسمك القرش هذا يعني شخصيات موجودة في هذا النظام هي تسيطر على مفاصل مهمة جدا من اقتصاد هذا البلد وبالتالي يعني تجد أنه جزء من العملية السياسية كثير من الأنظمة العربية تسمع ببعض العائلات أو ببعض الشركات وكل العالم العربي يعرف هذا الأمر أنها تسهل أحيانا إمداد بعض الأموال لهذا النظام أو أعطائه بعض الأموال وقت الحشرة حتى أن المعارضة أحيانا وهذا تستر على الفساد الاقتصادي والفساد المالي الموجود فيه هذا البلد يعني هي مسألة تسمى بالمنفع المتبادلة بين هذه الشخصيات الاقتصادية والمالية والشخصيات السياسية فبالتالي يسكت الحاكم السياسي عن الفساد المالي والفساد الاقتصادي ويسكت المتنفذون في المال والاقتصاد عن أعمال هذا السياسي وممارساته في هذا النظام ولكن كيف يسكت العالم عندما يرى بأن الاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي تعرض لعاصفة شديدة بعد الأزمة المالية العالمية كثير من المحللين الاقتصاديين يقول بأن النظام المصرفي السويسري الاتيماني كان له دور فيها شوف النظام المالي كله مسؤول عن هذه الأزمة يعني عدم وجود قوانين تحكم كيفية تنقل هذه الأموال وكيفية استثمارها وأين موجودة وخاصة الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار التي ليس لدى النظام العالمي المالي قوانين تحكمه هناك استثمارات تسمى بالبدائل هناك صناديق سيادية لا أحد يحكمها ليس هناك قانون يحكم هذه الاستثمارات وهي استثمارات كبيرة يعني ليست استثمارات بمليار أو عشرة مليار أو مئة مليار هي أكبر من هذا الحجم ليس هناك وهذا ما يعني ما حاول النظام البريطاني والأوروبي الضغط من خلاله لوضع قوانين لمعرفة أين تذهب هذه الأموال من يستثمرها وكيف تستثمر فبالتالي إذا لم يكن هناك في قوانين أو مجموعة قوانين متكاملة مع بعضها البعض لا يمكن تسيطرها على السوق فبالتالي كانت سويسرا بمأمن عن هذه المسائل ولا يستطيع أحد أن يتدخل في نظامها في ظل هذه الأزمة حتى ولكن القوانين الأوروبية لدول الاتحاد الأوروبي وقوانين الولايات المتحدة إلى حد كبير قد نظمت الموضوع التهرب الضريبي وجعلته جريمة وجعلت إلزاميا على كل صاحب دخل أن يصرح بدخله إلا سويسرا تجدها ملاذا لمن يريد أن يتهرب من الضرائب وأموال الضرائب هي جزء أساسي من الاقتصاد الذي يقوم عليه الغرب أقول ليس النظام المصرفي السويسري أو النظام السويسري مسؤول عن هذه المسألة يجب أن يكون في بلدي وبلدك وبلد كل أي بلد من البلدان أن يكون هناك قوانين تحكم هذه المسائل إذا لم يكن نظامي أنا يحاسبني من أين أتت هذه الأموال ومن أين أتيت بهذه الأموال يعني شو مسؤولية نظام آخر يحاسبني عليه؟ هناك أزمة حصلت بين سويسرا وبين ألمانيا بين سويسرا وبين بلجيكا بين سويسرا وبين هولندا وسويسرا وفرنسا وحتى سويسرا وبريطانيا عن أسماء المودعين من أبناء جنسيات هذا البلد وأموالهم واستطاعت ألمانيا أن تحصل على قوائم سرية بأسماء المودعين وأموالهم ولكن سويسرا لم تعترف بها لأن ألمانيا لم تأخذها بشكل قانوني إذن حتى بين السويسرا وبين الدول الغربية هناك مسألة عدم الثقة في موضوع التهرب الضريبي يعني فيه مسألة عدم الثقة على مستويات متعددة المسألة تتعلق بالنظام السويسري كاملة يعني ليس في مقدور الحكومة الألمانية أن تحصل على وثائق بطريقة غير قانونية قد تكون هذه الوثائق مزورة ما يضمن أن تكون هذه الوثائق حقيقية إذا لم يكون هذا المصدر حتى في المحكمة إذا لم تستطيع الحصول على هذه الوثيقة بطريقة قانونية وبإذن قانوني لا يمكن أن يؤخذ فيها كدليل أو شاهد في المحكمة يعني ربما كأنك تطب المستحيل لأن النظام هو بالحساس النظام سري نعم هو القانوني حتى في جريمة عادية في أي ملد إذا أتيت أنت بدليل غير موثق أو لا يمكن الثقة به ولو أحيانا يكون دليل دامغ وبطريقة قانونية قد لا يؤخذ بهذا القانون لأن القانون لا يؤخذ بهذا الدليل لأن القانون ينص أن الحصول على الدليل يجب أن يكون بطريقة غير قانونية كالدخول إلى منزل أو تفتيشه لا يمكن أن يحاسب القانون شخص إذا دخلت السلطة أو الشرطة إلى منزله عنوة وحصلت على أمور غير قانونية في منزله يمكن أن يدعي هذا الشخص أن هؤلاء الأشخاص هم من أوضعوا هذا الدليل في منزله واستخدموه ضده فبالتالي يجب أن يكون المصدر قانوني فهذه حجة قانونية تستخدم حتى في القانون الدولي وليس فقط على مستوى القانون البسيطة في بلد من البلدان ربما هذه تجعل جريمة التهرب التي يعتبرها البعض جريمة كبيرة التهرب من الضرائب والكشف عنها مثل الجريمة المستحيلة حيث أن سويسرا تقول رئيس الاتحاد الصيارف السويسري قال التدعيات المحيطة بالسياسة المالية السويسرية بسبب سرقة بيانات بعض المدعين يعني تعني ربما نهاية عهد السرية المصرفية إذن هم يحافظون على هذه السرية ولم يسمحوا بأن تنتهي ولو أنه كما قلت نعم هم يعني يساهمون بجزء من المشكلة وليس هم جزء من المشكلة يعني وهذا أمر ليس معيب في هذا النظام يعني أن تستخدم أمرا ما أو أحد التسهيلات الموجودة في نظام معين أساسا هو يفيد الآخرين بطريقة شرعية فبالتالي إذا استخدمه الآخر ليس يعني أنه هو سبب الضرر ولو أنه يساهم به بطريقة غير مباشرة لذلك يجب أن يكون هناك قوانين تحاول أن تحد من هذه المساهمة وقد يكون هذا النظام يعني جزئيا مسؤول عنها لكن أشك أن يساهم بها لأنه سيقضي على هذا النظام الذي يعني بدأ أو أصبح جزءا لا يتجزئ من تراث النظام المصرفي والنظام العام في الاتحاد السويسري أنت أشرت إلى وجود الإرادة السياسية لدى الدول التي تودع هذه الأموال وتريد أن تحقق فيها الأموال المدعة في سويسرا يبدو أن هذه الإرادة السياسية في الدول الأوروبية بعد تداعيتها المالية بشأن التصريح بحجم الأموال المدعة للأوروبيين الموجودة في سويسرا قد أثمرت في بعض تغيير هذه القوانين التي أشرت إليها هل هذه الإرادة يمكن إذا ما فعلت لدى أصحاب الأموال المدعة والدول النامية والدول العربية أن تغير من هذه السياسة السويسرية؟ لكن هذا الأمر يتطلب نوع من الثقافة في هذا المجتمع يعني عندما نقول الإرادة السياسية ما هي الإرادة السياسية؟ هل هي إرادة النظام السياسي أو الحاكم؟ أم إرادة الكيان كله؟ يعني من شعب، من مؤسسات لها علاقة بالمجتمع المدني لها علاقة بالمجتمع السياسي بالأحزاب السياسية يجب أن تكون هذه الإرادة السياسية متكاملة مع ثقافة متكاملة يمكنها أن تسمح لهذه العملية أن تكون ديناميكية وأن تتفاعل من جميع الاتجاهات إذن لم يكن هناك بعض المؤسسات والهيئات العامة المدنية المطالبة بهذا الأمر لن يستمع النظام السياسي إذن هذه الإرادة السياسية غير متكاملة في المجتمع العربي أو هي في طور النمو لذلك قل ما نجد هناك جمعيات لحقوق المستهلكين أو لحقوق الإنسان أو لهذه المسألة أو أخرى بسبب عدم وجود هذه المؤسسات عندما تكون هذه المؤسسات فاعلة في بلداننا فتشكل أيضا قوة ضاغطة في هذا المجتمع تؤدي إلى عدم تفاقم أزمة الفساد وتشكل أداة ضاغطة على النظام السياسي للحد منها ووضع القوانين هل هذا قلة أدوات الضغط؟ خاصة أن الأموال العربية المدعى في سويسرا تقارير تشير بأنها تعادل 14% من الأموال المدعى من الأموال المدعى في سويسرا وقد تصل إلى 400 مليار دولار حوالي في تقديرات أيضا أكثر من 400 إلى 500 نصف تريليون يعني 400 أو 400 بليون دور هو رقم جدا بسيط بالنسبة للعالم العربي ومقدراته ومقدراته خاصة أدول النفطية طبعا لا نقول أن كل هذه الأموال مسروقة ولكن في بعض هذا المال يمكن أن يكون أداء سياسية قوية بيد الدول هناك هدر في بعض الميزانيات في العالم العربي وطبعا هذا الهدر هو من الأموال وفي فساد أحد الخبراء أو أحد الجمعيات الخبيرة في هذا الأمر تقول إذا كان هناك في مشروع إنمائي في دولة من الدول النامية ومنها الدول العربية إذا كان هناك مشروع ممكن أن يكلفك 10 دولارات فالحكومة تنفق عليه حوالي 60 دولار لكي تساهم في هذا الفساد أو على الأقل نصف هذه الأموال يذهب إلى ناس متنفذين وأنوات غير مشروعة لا يحق لها بإستلام هذه الأموال والمراكد التي تتركز فيها أو القطاعات التي تتركز فيها يرتكز فيها الفساد هي المقاولات والتجارة والمعاهدات الدولية حتى أيضا في القضاء يعني الفساد منتشر في كل هذه الأماكن في الدول العربية بشكل عام يعني المؤسسة العالمية أو المؤسسة الشفافية العالمية إذا أعطيتك بعض الأرقام بتقريرها للعام 2009 قد نعرف أين يتركز هذا الفساد في الترتيب العام للدول حسب هذا التقرير بعض الدول كان في مصافي الدول الراقية من ناحية الشفافية ولكن لا يعني أنه ليس هناك هدر ولكن هناك أفضل حالا من بعض الدول الأخرى في المرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر شفافية وهنا الترقيم يعني من عشرة يعني كانت دولة قطر أعطيت المؤشر سبعة من عشرة في مسألة الفساد يعني هي من أقل الدول فسادا في العالم العربي وهي من أفضل الدول أيضا يعني الدول الأخرى هناك دول أخرى لم تحصل على ثلاث نقاط يعني يليها دولة الإمارات ودولة إسرائيل يعني المغتصبة يعني المغتصبة لفلسطين هي نالت على ستة كانت أفضل على فكرة إسرائيل كان لديها حوالي تمنقات ولكن ما مدى دقت هذه انتشر الفساد أكثر دقت هذه المعايير دقت هذه المعايير أنه هناك في عدد كبير من المؤشرات تتخذه هذه المؤسسة لوضع هذا المؤشر يعني فرضا تأخذ قطاع المقاولات أو المناقصات العامة وتراقب كيفية يعني أو الإجراءات التي تلاحق مسألة المناقصة يتقدم المتعاهدون لهذه المناقصة بمضروف مغلق ويتقدمون عبر الترق القانونية إلى آخره تتابع هذه المسئلة من الألف إلى الياء ثم تقيم ذلك ثم يتم تقييم ذلك ويقص على ذلك على عدد كبير من هذه المسائل في هذه الدولة أنت دكتور محمد أشرت إلى أنها حجم كبير من الأموال المدعاة في سويسرا في الحسابات السرية هي أموال نظيفة خليني حتى لا لأنه لم يعد ذلك كثير من الوقت هناك محاور يريد أن نتحدث فيها الأموال النظيفة طيب الأموال النظيفة الموجودة في سويسرا هذه الأموال أيضا نتيجة الحرب المعلنة بين قوسين على الإرهاب أصبحت ليست في مأمن في سويسرا والكثير من هذه الأموال جمدت بحجة الحرب على الإرهاب وثابت بعد سنوات طويلة بأن هذه الأموال ليست لأي علاقة بلها إذن ألا يمكن أن تكون هذه الأموال الموجودة بتلك الحسابات وسيطرة النظام المصرفي في سويسرا عليها سيفا مسلطا على أصحابها قد يكون هناك عدد كبير من المستثمرين تم حجز أمواله بطريقة غير المحقة وثبت فيما بعد أن أمواله شرعية ونظيفة وآتت من مصادر يعني معروف مصادرها ومعروف مصدر الدخل لكن هذا الأمر يعني صار في ظلم بالنسبة إليهم وهذا يعود إلى أمور سياسية يعني بين حرب العراقي يعني بعد احتلال العراقي للكويت تم الحجز مش باين مش فقط على أموال العراقيين حتى على أموال الكويتيين يعني للسيطرة على الوضع وكان هناك طبعا كثير من تجار العراقيين يعني أموالهم أموال شرعية هم تجار مثل ومثل أي تاجر موجود في العالم فبالتالي وقع الظلم عليه هذه المسألة إذن لماذا تتعاطى يعني هذا التساؤل لماذا تتعاطى الحكومة السويسرية والقضاء السويسري مع هذه المسائل إذا كانت تتعلق بالمسلمين وعندما تتعلق بمسائل تساؤل غير المسلمين لا تعين لها بلن هذا أمر صار مسألة سياسية يعني وهذا أمر فيها إجحاف بالنسبة للمسلمين في كل أوروبا يعني هناك جمعيات خيرية تم وقف أعمالها ونشاطاتها الخيرية وهي تأدي من مصادر يعني معروفة من ناس يعني يقدمون أموال بكل صدق وبكل أمانة إلى هذه الجالية الإسلامية الموجودة في الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي ظنا من أن هذه الأموال يمكن أن تدخل في عمليات الإرهاب وكان هناك في عمليات يعني كان في أموال تم تحويلها من شخصيات كبيرة يعني من شخصيات معروفة خليجية وعربية وغير عربية إلى جهات يعني مارست بعض الأعمال الإرهابية ولكن ما حجمها ربما الحجم هذه الأموال بنسبة لحجم الأموال حتى شخصيات يعني حتى شخصيات كبيرة يعني من دول الخليج مقربة من بعض الأنظمة يعني ظنا من هؤلاء الناس أنا لا أريد الشك في هذه الشخصيات ظن هؤلاء الناس بأن هذه الجمعية تقوم بأعمال خيرية فمن حسن نية هؤلاء الأشخاص قدموا هذه الأموال لثقتهم بها تبين أن بعض الأشخاص يسيئون استخدام هذا المال فبالتالي كان سببا للولد المتحدة الأمريكية لأن تقيم هذا القانون تنص على هذا القانون ومحاسبة هؤلاء الناس حتى هناك جمعيات خيرية موجودة في بريطانيا يساهم فيها كثير من المسلمين والعرب تم التحقيق في حساباتها وتبين في نتيجة الأمر أن ليس لهذه الجمعيات علاقة من طرفا أو آخر بالإرهاب هي تقوم بتمويل أعمال إنسانية بناء مساجد تحسين هذه المساجد إعادة صيانتها تطوير هذه المساجد أو المراكز الإسلامية أو مساعدة بعض المسلمين المحتاجين تبين في نهاية الأمر أن هذه الأموال ليس لها علاقة لا بطبيض الأموال ولا بالإرهاب وكان هذا إجحافا ولكن للأسف هذه البراءة لا تنشف الوسال لا تعيد هيبة الناس وتبقي الصورة السلبية الآن تصويت الشعب السويسري على حضر بناء المساجد كيف يمكن فهمه في ظل الاستثمار الكبير العربي من الأموال العربية الموجودة في سويسرا وما يتناعم به جزء من السويسريين من عائدات هذه الأموال هذا أمر يعود إلى هذه الشخصية العربية والإسلامية عفوا أنا ذكرت المساجد وأقصد المآذن وليس المساجد والمآذن برمزيتها إلى المآذن الإسلامي والمساجد ضيورة هناك حملة على المسلمين للأسف الشديد من كثير من الدول ومن كثير من الجهات الإعلامية المشبوهة والتي يساهم فيها يعني الإعلام الصهيوني بطريقة أو أخرى وهو جزء من هذه الألية يحاولون أن يصورون أن المسلمين في أوروبا هم خطر على أوروبا وبالتالي أيضا نحن أو بعض من أبنائنا يساهم في هذا الأمر بطريقة أو غير مباشرة لعدم فهمهم للإسلام بصورة صحية يعني ليس هناك مثلا من داعي لأن يكون هؤلاء المسلمين متحمسين أكثر من اللازم أحيانا والنزول بالصلاة في الشارع يعني حيث هي نوع من القضارة للأسف الشديد يعني ليس مطلوب من المسلم أن يقوم بهذا التصرف لكي يكون مبررا أقصد الأوساخ الموجودة في الشارع نعم في الشارع هناك بعض يعني نحن كم شاهدنا عدد كبير من الناس يعني لا ندخل في مساء الفقية البعض يرى أن الأرض كلها طهور الأرض كلها طهور ولكن لإظهارنا لإظهارنا لسماحة الإسلام يجب أن يتصرف المسلم في هذا الموقف بطريقة يعني ويحسب حساب المستقبل وليس مسألة التحدي خاصة في دولة يسمح للإسلام فيها أن ينتشر بصورة عادية ولكن في سويسرا لم يحصل أي من هذا كل التقارير تشير بأن نسبة المسلمين في سويسرا يعني هي من أقل النسب في كل دول الأوروبية ونسبة أيضا من يعيشون في سويسرا الذين لديهم معدلات دخل مرتفعة هم أيضا النسبة الكبيرة إذن السويسريون لم يروا من العرب والمسلمين إلا الجانب الإيجابي والمشار لم يروا هنا إساءة ولكن هناك موجة موجودة في بريطانيا في العالم الأوروبي وهي موجة المحافظين يعني يرون في أن بلادهم بدأت تختراق من الأجانب وهناك كمية كبيرة من المهاجرين في هذه الدول تهدد بعيشتهم يعني وجود البولنديين في بريطانيا يعني عمل أزمة لدى النظام البريطاني لدرجة أنه بدأت وسائل الإعلام تضج بهذه المسألة وبدأ مثلا بعض الجهات المخافظة وحتى المتشددين الأوروبيين يعني والنازيين الأوروبيين بدأوا يتخذونها من زريعة للهجوم على هؤلاء الناس في أرلندا صار هناك هجوم على هائلات بولندية وتم قتل الناس منهم يعني المسألة اجتماعيا صعبة جدا فكيف الأمر إذا كان بالمسلمين والبعض منهم يعني بدأ يتحدى بطريقة غير لائقة بالإسلام الإسلام لم يأتي إلى هذه البلدان ليحتلها أتى لكي يلجأ من الظلم الموجود في بلداننا فبالتالي لماذا نحن نريد أن نفرض ظلم الإسلام بينما يعامل المسلمين بطريقة جيدة هنا يعني من ناحية الفردية أنا معك أن هناك فيه هجوم على الإسلام في أوروبا والنظرة العامة هي أن كل معظم المسلمين الموجودين هنا هم يمثلون الإسلام المعتدل المتسامح الذي يعتصوا صورة مشرقة وهذا أمر جيد يعني هذا حسن للمسلمين بسبب هذا الجو السلمي وبسبب هذا الجو الصافي والنقي بنتيجة تعاملات المسلمين هناك كثير من الأوروبيين بدأ يتحول إلى الإسلام فبالتالي لماذا نريد أن نغير هذا الاتجاه هذا أمر جيد لكن نرجع إلى مسألة الأموال وهذا أمر آخر يجب على المسلمين الأوروبيين وغير الأوروبيين الذين يدعون أموالهم إذا كان لديهم قدرات للضغط على دولهم أو الحديث مع مسؤولينهم لكي يدعوا بعض الضغطات على سويسرا لكي تكون متسامحة أيضا مع المسلمين كما فعلوا في إسبانيا إسبانيا لم يرتفع أدان في إسبانيا منذ سقوط آخر معقل للمسلمين ومنذ رحيل المسلمين من طريفة إلى طنجة معروف هذا الأمر إلى أنه من حوالي أربع سنوات أو خمس سنوات عادت إسبانيا هذه الهيبة بسبب تحرك الإسبان المسلمين وليس تحرك العرب المسلمين إذن هل يمكن للأموال الموجودة في سويسرا أن تكون أداء ضغط؟ هل يمكن أن يسحب ضغط المدعين الكبار أمواله يجب أن تكون ضغط في الاتجاه الصحيح وليس ضغط في الاتجاه السلبي إذا كان لها نتائج إيجابية نعم فليكن وما هو المانا في هذا الأمر ولكن يجب أن تكون الحكومات أيضا يعني يجب على الحكومات أن تتحمل جزء من هذه المسؤولية إذا لم تتحمل الحكومات هذه المسؤولية يعني القناة الرسمية والقناة الدبلوماسية والقناة الشعبية ولكن ليس بطريقة غوقائية هناك بعض المسائل تثار فيها المشاكل بطريقة غير المحمودة والتي أساسا يكون سبب إثارتها بعض الهيئات الإعلامية المرتبطة بالصهيونية العالمية وبعض الجهات المتشددة الأمر الذي لا يعطينا نتيجة بنتيجة الأمر هناك سؤال أيضا بخبرتك الاقتصادية عن إمكانية سحب الأموال الموجودة هل هناك قيود على سحب الأموال المدعف في سويسرا؟ ليس في مقدور المسلمين والعرب أو التجار الذين يضعون أموالهم في هذه الحسابات حرية التصرف بها كيف يشاءون هذا أمر يهدد النظام الاقتصادي في هذا البلد لذلك يجب أن يعرف هذا الشخص أنه وضع كمية من الأموال في هذا الحساب أن لا يضطر أن يضعها كلها في سويسرا ممكن أن يضع جزء منها في ألمانيا ممكن أن يضع جزء منها في لبنان أو في الأردن لكي يكون عنده سلة متعددة للخيارات لكي يعرف يحسن التصرف بها في يوم من الأيام إذن ختاما دكتور محمد كيف يمكن أن تكون هذه الأموال نعمة لا نقمة على موضعها من العربي والمسلمين بكلمات يعني بكلام مختصرة فليرفع هؤلاء السياسيون والمتنفدين أيديهم من الضغط على هذه الشخصيات الاستثمارية للأموال الحقية التي تساهم وأن يكون هناك أيضا قيود على الفساد الموجود في هذه البلدان وإذا تم هذا الأمر بالتعاون مع الهيئات الشعبية والهيئات العامة المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية الموجودة يمكن الحد من نسبة للفساد وهدر المال وتهريبه إلى خارج البلدان والعمل لمصلحة هذه الشعوب ويجب أن يكون أيضا هناك ثقافة وتربية في البيوت في المدارس عند الأحزاب السياسية عند الهيئات الاجتماعية في هذا الاتجاه أيضا وطبعا هناك برامج متخصصة لهذا الأمر يمكن أن تساهم في تنمية هذا المفهوم وخاصة المفهوم المحاسبة إذا لم يشعر المواطن أنه قادر أن يوجد هيئات تحاسب هؤلاء الناس يصيبه نوع من الإحباط ولكن هذا لا يعني أن يثني عزيمته عن المضي ومتابعة هذا الأمر لتحسين الأوضاع في بلداننا من الدول العربية والإسلامية وما هي مسؤولية اللاعبين الكبار في السياسة الدولية كالولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن يعني يهمهم أن يبقى الفساد في هذه الدول لأنها أداة لإستخدامها إذا كان هناك شخصية سياسية فاسدة لا تريد أن تفضح هذه الشخصية لأنها تتحكم فيها وتحكم في القرار السياسي من خلاله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتساهم أيضا في استمراره في هذا الموقع وبالتالي تجد أن هناك كثير من الدول العربية يستمر هذا السياسي ويستمر هذا المتنفذ في هذا الموقع وهو طبعا هذا أمر يعني مش دعم شعبي إلو يعني هناك دعم سياسي من أطراف خارجية ومن هيئات سياسية ديبلوماسية موجودة بهذا البلد هناك أمثلة كثيرة على ذلك إذن المسؤولية على الجميع ولكن المسؤولية أكبر ربما تبقى على صاحب هذه الأموال كلكم رائع ومسؤول عن رعيته الدكتور محمد حيدر الباحث الاقتصادي أشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم أعزائي المشاهدين موعدونا بكم يتجدد في الأسبوع المقبل أترككم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر